بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الغزالة ديالي السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله أولا بغيت نشكر كل ابنات اللي كيشجعوني ويدعموني منذ بداية القناة وبغيت نرحب بكل العناصر الجدود اللي عاد نضموا للقناة فكنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم معي حضوركم معايا على الراس والعين اللي يخطيكم البنات الوصفة ديال اليوم كيف كتشوفوا معايا غادي تكون دوازاتي كيجي مضاق رائع البنات شيش مقرمش بنين كيدوب في الفم وكيوجد في آخر لحظة والبنة ما تشبعوش منه البنات بقوا معايا نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله تعالى بسم الله بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجوا في هاد دوازاتي عندي نصف كاس نصف كاس من سكر سقيل او سكر غلاسي نصف كاس ديال لوز مطحون خضر نصف كاس من زلجلان او سيم سيم مطحون كذلك خضر او نصف كاس من الكوك انا استعملت هاد الكوك اللي كيكون رقيق بزاف محمر ضروري تحمرو هالبنات كي اعطي واحد البنة مزيونة في هاد دوازاتي عندي كذلك رشة ملح كيس من سكر فانيلا من فئة ثمانية غرام ثلاثة المع القبار من ماء الظهر وخميرة الحلويات او باكين بودر من فئة ستا جرام وعندي مية وخمسة وعشرين جرام من الزبدة انا استعملت زبدة حيوانية بدرجة حرارة المطبخ وكذلك عندي دقيق وفي وسط الفيديو اغت تعرفوا معي الكيمية مضبوطة شحال دخلية في هاد دوازاتي ان شاء الله هادو هما المقادر البنات ندوزو الان لطريقة تحضير بسم الله في واحد القصرية اوضعت زبدة وكنكرر انها ضروري ما تكون بدرجة حرارة المطبخ سكر بانيلا وسكر غلاسي ورشيشة دية الملح بالنسبة لسقار سقيل او سقار غلاسي البنات اللي بغت توصل حتى الكاس اللاروب فماشي مشكل انا در تمس كاس رهما كيجيش بين البنات يعني تقدرو توصلوه حتى الكاس اللاروب ماشي مشكل غادي انخلط هاد العناصر جيدا مع بعض حتى يدوب لديك السقار مع الزبدة وتطلق لي الزبدة مزيان ونحصل على واحد القوام كريمي وهاد دوازاتي البنات بدون زيت ولا بيت وكيجي رائع مميز البنات مميز جدا في الماداق ديالو سافي بعد ما خلط العناصر ديالي مزيان وتحصلت على هاد القوام الكريمي ضفت هنا الزلجلان وكيف كاتعرفوا البنات الزلجلان فاش كيتطحن كيدير كويرات يعني ضروري ما نخدموهم زيان ونفك ديك الكويرات ديالو عاد نكمل باضافة باقي المقادير هذا اللوس خضر البنات فقط تمسحوه والطحنوه تهو بودرة ما تخليوهش مفرشش او كونكاسي ضروري ما يتطحن بودرة كيف ماشتش معايا في الفيديو سنخلطوه تهوه مع باقي العناصر ونضيف الكوك او جوز الهند محمص او محمر بالنسبة للاخوات اللي غادي يستعملوا الكوك اللي كيكون غلاد فضروري ما يطحنوه انا استعملت هاد النوعية دي كتكون رقيقة بزافة البنات بزاف سافي غادي نخلط العناصر مزيان مع بعض حتى تمتازج لي وغادي نضيف ثلاثة المعالق ديال الماء الزهر هنا اخواتي ممكن لما كتبغيش ماء الزهر ممكن تستغنى عليه وكذلك ممكن اضافة واحد راس معلقة ديال القرفة حتى هي كتعطي واحد المذاق غزال وكيتواتا مع هاد المكسارات سافي خلط العناصر مع بعض وغادي نبدأ باضافة الدقيق هاد الحلوة لبنات ما كتبغيش الدقيق بزايد فحاداري تكترو الدقيق لانها غا تبقى تفرتت ليكم فاشتبغيوا تشكلوها كيف مشتو معايا اخويت واحد الكيمية بسيطة من دقيق ومن بعد ضفت خميرة الحلويات استغرام وكنستمر هكايا كنجمع الخليط ديالي وانا عيني ميزاني حتى نتحصل على القوام المطلوب في العجين ما تكتروش غير شوية بشوية لي ما تقدرش تحكمت ولو تبقى تضيف غير بلمعلقة هادا هو القوام البنات اللي خاصني نتحصل عليه عاجين ارتب ومرخوف ما كيل تسقش في اليدين ولكن ارتب ومرخوف شوفوا معايا كنحاول يعني نوصل لكم الصورة اكتر من خلال الفيديو ما بغيتش نزرب هادا اللقطة هادي باش تشوفوا معايا مزيان شوفوا هناك نحاول نشكل كويرة يعني رهكا تشكل لي بكل سهولة وفي نفس الوقت ماشي ناشفة والعاجين عندي تري بالنسبة للكيمية ديال الدقيقة البنات بالضبط دخلات لي 300 جرام بالضبط انا دخلات لي 300 جرام غطيت العاجين ديالي بواحد البلاستيك باش ما ينشفليش كيف ما قتعرفوا اه العاجين اللي كيكون فيه الكوكولة رهكينش في دغيا غطيتو ببلاستيك خديت طاوة فرشتها بورق الطبخ و بديتكن شكل كورات بهات الشكل هادا بالنسبة للكورات البنات اه غاديتديرو ما بين 25 جرام حتى 28 جرام انا صراح حذرت عيني ميزاني يعني متعودة عليها ما عنديش مشكل وكيف كتعرفوا الحلويات التقليدية ديال الزمان كتبغي خصوصا هادي اللي كتجي يعني بحل شكل غريبة كتبغي تجي كبابرة شوية وعطي العين ايدان ما تصغروها شالبنات كتر من الشهد باش تجيكم الحلوة ديالكم زيونة وفي نفس الوقت اه على حسب المرشم اللي غاديتستعملوا واش كبير او لا صغير انا استعملت مرشم صغير ولكن القياس هو هاداك صافي اخواتي استمريت هكذا شكلت العجين ديالي عفوا كله كبيرات وهدي هي الكيمية اللي اعطاتني استفتها هكا فطاوة ما بين كل حلوة وحلوة اللي ضروري واحد الفراغ باش ما تلتسقليش في الفران وهنا اخديت هاد المرشم هادا ديال النحاس كنوضعوه في الدقيق مزيان وعاد كنضغط على الحلوة ديالي بالنسبة ليكم اخواتي ما تلتزموش بهاد المرشم اي مرشم عندكم متوفرين عليه استعملوه انا عندي هذا استعملته غير كان فضل يكون هاد الشكل ديال النحاس اولاد الاليمينيوم على انه يكون ديال البلاستيك حيث هادو ديال نحاس البنات كيكونو حادين وحتف تنظيف ديالهم ما كيتسدوش وكيبقوا معانا مدة طويلة صافي كيف كتشوفو اخواتي هنا يا كنوضع المرشم ديالي في دقيق وكنضغط على الحباء ديال الحلوة وكنضغط مزيان باش دوك الفرحات يبقوا باينين كيف ما كتشوفو هنا وراني كنحيد بكل سهولة يعني بالمساعدة ديالي ديال الاخرى كنحاول ننزل الحلوة ديالي وكتنزل معايا بكل سهولة غير هو ضروري ما بين كل حبة وحبة ديال الحلوة غادي توضعو المرشم ديالكم في الدقيق غادي نستمر بهات الشكلة البنات حتى نكمل الكيميا كاملا اللي عندي ونرجع معاكم ان شاء الله بالنسبة الزين اخواتي انا غادي نستعمل اللوز اللوز خضر ممكن تعوضوه بكاوكاو بالحبات ديال كاوكاو او الفول السوداني اللي بغيتون توما عندي كذلك باياد البيض كان ذهن الحبة ديال لوز غير من الجهة اللي غالصقها على الحلوة باياد البيض وكالصقها هكا في الوسط كانت بتها في الوسط ديال الحلوة ديالي ممكن استغناء على اللوز وكذلك على كاوكاو و تخليوا الحلوة ديالكو معادية تدخلوها الفران طيب من اللي تخرجوها تخليوها تبرد و تعمرو ديال الحفيرة بشوكولة لا سواء سوداء او بيضاء تهيقة تعطي منايدر مزيون انا المهم اليوم ما درتها هكا باللوز وجات شكيل راقي ومزيون غادي نستمر هكدا حتى نكمل الحلوة ديالي كاملين تبت فسطهم الحبة ديال لوز وفي هاد الاتناء الفران مشعول على 180 درجة كيف شتو اخواتي هنا يا دخلت الطاوة ديالي للفران 180 درجة النار مشعلة من الفوق ومن التحت حطيت الطاوة ديالي في الوسط يعني قريبة للجهة التحتانية اكتر من الجهة الفوقانية اخواتي هنا طاوة ديالي بعد ما خرجتها من الفران هذا هو اللوين اللي خاص الحلوة ديالي تاخدها ما تفوتوش 170-180 درجة اللي عندها الفران مجهد بساف ديالي رغي 170 وتخليها الطيب على خاطر خاطرها يعني ما تفوتوش فيها الطياب وهدي هي الطحمارة ديالها كتر من هاد شي الا البنات الوين دهبي فاتح خليت الحلوة ديالي بردات في الطاوة ودرت سكار سقيل او سكار غلاسي في واحد صفايا وكنحاول نرش واحد رشيشة خفيفة كتعطيها واحد الجمالية زوينة اللي ما بغتش تدير هاد الخطوة بلاش تخليها عادية كذلك كتجي زوينة اخواتي هدا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي بعد ما وضعتها في صحن التقديم حلوة اللي بمقادير بسيطة وبطريقة مبسطة كذلك وما كتاخدش منها وقت لي كتوجد بسرعة كتجي راقية لا في شكيل ديالها ولا المدق ديالها كيجي رائع وتخيلوا معاينتما اي حلوة في هالمكسرات كيف كتجي شي حاجة روعة لبنات ما تشبعوش منها مقرمشة وفي نفس الوقت هشيشة ومرملة وكتدوب في الفم صراحة بغيتكم تجربوها لبنات جربوها وخليولي رأيكم في التعليقات حلوة سهلة مهلة وبسرعة ولكن في نفس الوقت رائعة ومميزة شوفوا معايا هنا كتجي هشيشة بساف 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 اخواتي الى عجبكم الفيديو استفدتم منه ما تنسونيش من لايكاتكم الله يجزيكم بخير تعليقاتكم طيبة ولو دعوة خير تعليقاتكم كتزيدني دفع الامام الى هنا غنقلكم بسلامة ومع السلامة في فيديو اخر ان شاء الله